إلى تفاصيل نشرتنا الرئيسة هذا اليوم أهلا بكم اطلع محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبرخليل ميدانيا على مرحل العمل في خطة اعمار جسر تكريت العلمة مثمنا الجهود التي يبدلها العاملون في إنجاز مهامهم واستمع المحافظ لشرح مفصل عن العمل النهائية الجارية قدمها مدير مشاريع الشمال في شركة المنفذة كما نقش المحافظ مع مدير مرور المحافظة خلال الزيارة خطة تنظيم مسارات حركة العجلات على الجسر الذي سيفتتح في الأيام القادمة